لا هي حرب هدفها الحسن ولا المقاتلين هدفهم الوصول إلى السلام عبر هذه الحرب لأن ما يحصل الآن حالة لا حرب ولا سلم ولم تكن معاركة انتسارة وأنا أقول لك شي يعني في هذه المعركة أنا أضرب لك مثلا بسرواح ماري بيسموا السرواح وادي في مجموعة مرتفعات المرتفعة تتبع بهذه على شكل دائري ليس فيها مناطق الحماية ليس فيها كهوف ليس فيها صخور نحتوي بها يعني السرواح خلال ساعة إلى ثلاث ساعات لو في طائرتين أبتشي تمر عليها كذا رايح جاي تطهرها ودخل الجيش السرواح لك ممنوع لانتصار في السرواح كما هو ممنوع لتحرير تعز يعني يعني أستاذ عارف انت مش عارف كامل تعز يعني داخلها خمسة وعشرين لواء يستطيعون أن يصل له صنعا يستطيعون أن يصل له الحي الحوبات ممنوع فممنوع كان تحرير السرواح السرواح لو تم السيطرة على السرواح كتعة طريق مأرب جحانة وأصبح جبل الهيلان اللي مطلع على مأرب محاصر نفس القصة في نهم كان بين القوات المسلحة ومفرق الرحب نهم ما اسمه مأرب حوالي ثلاثة كيلو متر لو وصلت القوات إليها عزلت نهم بالكامل وأصبحت قوات الحوثي يا إما تقاتل حتى الموت أو تستسلم كان تحصل معارك يتقدم فيه الجيش الوطني وحينما ينجز حق نجازات يأتي الطيران ويضربوا ضربات خاطئة يعني ويحزم هذا الجيش وهو متقدم كان الجيل يقاتلوا حتى آخر طلقة آخر طلقة في أحد المعارك بالبنادق كان يضربوا بعض الجندي الجيش الوطني يقاتلوا ضخيرة انتهت يعني في حاجة في التكتيك العسكري أبجديات التكتيك العسكري أن الهجوم يتم عبر ثلاثة أنساك نساك أول ونساك ثاني ونساك ثالث النساك الأول يؤدي مهمته ويعود طلع النساك الثاني يؤدي مهمة وهكذا ما يأتي دور النساك الأول إلا يكون قد أرتاحوا الجنود وخذوا فقط كان يقاتلوا بنساك واحد ويقاتل حتى ينتصر ويجد في الآخر ما عندهش ذخيرة ولا معهو سند ويتعرضوا بالقاتل حصلت أشياء عجيبة مدفع جهنم التابع للتحالف قتلنا أكثر من 25 بني آدم في تخوم مقرب يعني على سنو حيضرب الحوثي ضرب مواقع الأجيش الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر